اشتركوا في القناة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الاف النساء في صنعاء بانتظار توزيع حصص خيرية من وجبات الافطار تكفلت به مؤسسات اجتماعية تظهر الصور جزءا بسيطا من ماسات الاسر اليمنية العالقة بين سطو ميليشيا الحوثي على موارد مؤسسات الدولة وبين تجاهل الاقليم والمجتمع الدولي لمعاناتها فلا الميليشيا حققت وعودها لسكان صنعاء بتحريرهم من جرعة حكومة باسندوة بل ادخلتهم جحيم الفقر والجوع والتشرد ولا الشرعية والتحالف حسم المعركة مع الميليشيا وحرر صنعاء من ميليشيا الموت والمجاعة مقاطع الفيديو والصور تحكي بعضا من صور كارثة الجوع في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي لكنها تشير بالضرورة الى معاناة اسر كثيرة اغلقت ابوابها على اطفالها من الجوع والحاجة في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير محلية ودولية عن امتلاك ميليشيا الحوثي لمليارات الدولارات التي تم نهبها من مؤسسات الدولة والشركات الخاصة وجيوب المواطنين اكثر من ثلاث سنوات وصنعاء تعيش تحت جحيم ميليشيا لا تجيد سوى النهب والقتل وتحولت اليمن بسببها الى مقابر جماعية والنساء الى جحيم الفقر والحاجة والاطفال الى وقود للجبهات وعالة على الشوارع بينما اظحى رمضان شهرا مزدحما بتوابير تبحث عن وجبة افطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر